سبقوا أن نحكينا على الوحشيرا وجنون في أكثر من فيديو في الشين هيد وكنا متفهمين في أكثر من مرة بالذي نحن في الحقيقة مانيش نصولوا ونجوروا وحدنا في الكرة الأرضية أنا متأكد بالذي أنتم ما فهمتوني ما نقصد وبعض ما نحكي على الكائنات الغريبة بتاع الباكرومس وإلا مخلوقات الاريا 51 وإلا الوحوش بتاع الاسي بي فاوندايشن بإنسير هؤلاء كلهم فيديوية تقدم وإذا كان عندكم الوقت بإنسير أعملوا عليهم مطلع نحكيه على جنون والعياذ وبالله والذي نجمي يكونوا معاك في أي لحظة في الدار وانتي قاعد تتفرج على الفيديو هذا وما في بالك بحتى شي عادي برشا واحد منهم يبدأ لكش معاك ويتفرج فيه أنا نحكيه على قبيلته ويضحك عليك على خطر كسيتك ما في بالك بحتى شي هو يسمع في الفيديو ويسمع فيك انتي لكن هل بإمكانك انتي انك تسمعه؟ ليحصن الحظ ليك سينواء صاحبي بجتهبلوتيك البعض بجتهبت تسمع في برشا برشا أصوات وما كبست تمكن من انك تعرف مين جايين بالضبط على خاطر تسمعه ما كبست تمكن من انك تراه على خاطر انسان عادي من نجم شيراه جنون لكن الجن متطور شوية على الانسان وينجم هو يعطيك القدرة انك تراه على خاطر رب يعطيك القدرة الجنون انهم يتشكلوا في شكل انسان وإلا حيوان وسناثنا المغربية متاع حكايتنا اليوم ما كانش في بالو بالفازة هذه بينسيور على خاطر ماوش عام سبسكرايب وماوش حال نوتيفيكاشنز ومش قاعدين يوصلولو فيديو باتي انتو ما ما تكونوش كيفو وحلو نوتيفيكاشنز بش كل ما يعبدو فيديو يجيكم طول وما تقعدوش ضايعين كيفو على خاطر في بعض الأحيان كان يسمع في أصوات واشفيش في الدار وقت اللي سايد كان يوزكون واحدو ما فما حتى حد معاه ولا خالينا نقولو ما فما حتى كائن بشري معاه على خاطر بعد شوية بش نكتشفو بلي هو معورو ما كان واحدو وراجل اللي جاي من بعد للدار تلاعه ما هوش راجل قبل ما نزيدو نتعمقو في الحكاية متاعنا متاع اليوم لا تنسوش بش دخالي لايك وسبسكرايب فولو مي على انستجرام وخلينا نتلقو في الحكاية متاعنا متاع اليوم كي نقولو المغرب نقولو برش حكاية بيزار من المروكي متعدار جلب المسكونة حتى العيشة قنديشة اللي هبلت رجال في اسبانيا بمسور هذين وكل فيديو تقدم ما لازمكم اشتفالتوهم وديما موجودين على دمتكم في الشيان يوتيوب لكن فيديو كيما الفيديو متاعنا متاع اليوم وإلا كيما الهباط جمعتين التالي من مستحسن انكم تتفرجوا عليهم في النهار على خاطرهم برجوليا ما هم متعليل جملة واحدة أستاذنا اللي نحكيو عليه اليوم كان واحد من السادة المحظوظين في المغرب اللي فينا الملقاو لهم بلاصة بش يخدموا وكلنا نعرفوا بلي فما حتى السادة المعلمين يعانيهم من البطالة والسبب ذلك دوب مقترحوا على أستاذنا إنو القري قالوا لهم موافق من دون أدنى اعتراف ومستعد إن ينقري حتى على حدود الوطن تجيبوا ليش بقرات ميسيل لش نقريهم ونعلم الحيوانات الكل نطقهم المهم فك عليهم من البطالة أخويا فديت مفرشي وفديت منهم وسيد أمبلوز يحب يدور دوله بشكو سيد أول مرة بشي قرية أكيد موش يحطوه قرية في المكتب وقال اللي سيمتا حومته تشوه المسكين في قرية في الخليل مخلي لكنه بينشور ما كان عنده حتى حل أبار إنو يلمد بشيت ويحضر فليجته على خاطر تلمون البلاصة ديكا كانت بعيدة على الأخر كان أبليجي عليه إنو يستقرر في القرية على خاطر مستحيل إنو كل نهار يتنقل ويمشي قرية ويروح الدار لا تدام الحقيقة على الدسيزيون التي يأخذها ذو موصل بالبقاج متاعه للقرية إنو الكل كانوا فرحانين بها على الأخر إنساوين تبوس وتعنق وتصفق والصغيرات شاخينه عاملين جوه وفرحانين باللي فينا لم يشرعوا ويقراوا على رواحهم بلاصة الأستاذ قاعدة فارغة لمدة طويلة على الأخر وكان كل أستاذ يجيب قرية صغيرات غادي يقعد بريوت صغرونة بتع نهار نهارين ماكس ويزدب شيتو ويروح من دون سابق أنذا لذلك هذا الشيء الذي يفسر فرحة الأهالي فرحة الصغيرات وفرحة الحاج الذي يجب أن نتعرف عليه شوية آخر كان الأستاذ المسكين تعب على الأخر مصفر وأصلاً من غدوة يصبح يقري لذلك كان عليه أنه يردح فخار ربي يأكل حويش خفيفة ومن بعد يحضر درس متى غدوة الذي للأسف شديد في الأخر لم يصبح التحق السيد الذي كان مسؤول على السيد أخونا الأستاذ ليس يوريه الدار الذي يسكن فيها ويجعله يرتاح ويأكل ويرقد ويستعد للكاريير الذي لم يكن دائما سيونس واحدة تخل الدار باستقليمين وباسم الله وبما أنه أخونا الأستاذ كان جيعان طول ومن دون أدنى تفكير هذه الزوف ساقية للكوجينة لم يذهب بشكل خاطر ديجا ما كان فيما حتى شيء لكنه لم يذهب بشي تفقد حالة كوجينته اللي في الحقيقة ما كانتش تعجب برشا الغبر اللي موجودة غادي كانت أكثر من المعون والمعون بحد ذاته كان يظهر كينو كديم وكانو كانو مستكشف الأثار كوجينة كانت مغبرة وقديمة وعندها مدايدة طويلة مستعملها حتى حد حقيقة بالضبط كانت ريبونس متاع المسؤول وقالوا بلي كوجينة عندها برشا مدخل لها حتى حد وما تنسيش يا أخي بلي انتي مكش كيري في اللاكدو رك في قرية متواضعة على الأخر في الريف دونك حاجة عادية على الأخر على الأخر إنك تلقى الكوجينة في الحالة هذه قالوا الأستاذ مريق قلوا فميش عليش سمعني في الكلام تونا عمل لها مسح الكوجينة ونخرجها أحسن حتى من الكوجينة اللاكدو اللي تحكيلي عليهم كاملوا من الكوجينة وتعديوا البيت نوم الأستاذ واللي حتى هي ما كانت في حالة جيدة جدا والسبب ذلك أسبق المسؤول الأستاذ في الحديث وقالوا معلي كانت تبدل الفرشة يمتع الفرش حط المخدم تاعك وغمض عينيكم على بال قالوا الأستاذ مريق أبريتو وهكا ولكا الفرشيات بشي تبدلوا وهنا راني تعب ومبيل وميرسي على تعبك نجم تعطيني المفتاح وتمشي على روحك ونتقبله غضو إن شاء الله قبل الأول سنة أعطى السيد المفتاح ومشي على روحك والقال أستاذ روحه واحد وقدم كوجينة وبيتو وبرشغ بابر وبرشغ فازيت بيزار على الأخر حب السيد ينظف شوية غبرة وما فيها باس كان يبدل شوية ديكور متع الدار مدم السيد بشي استقرر غادي بريود وتولي دار هذي كدارو مسح شوية غبرة من الصالة وبدل بلايس شوية حاجات لكنه تفاجأ على الأخر على الأخر وقت اللي يخرج من الصالة ورجع ولقى الفازيت اللي بدل لهم بلايسهم في نفس البلايس اللي كانوا فاهم من لو قال بلكش أنا سيت وإلا مزل دايخ مصفر وعاود رجعهم كما حطهم هو خرج على روحهم البيت ومشي للكوجينة لكنه وقت اللي يعود رجع للبيت مرة أخرى لقاوا إنه الحاجات اللي سبقوا إنه بدل لهم بلاستهم مرتين في نفس البلايس اللي كانوا فاهم ضب مدخل الدار كانت فازة بيزار على الأخر على الأخر لكن لو أستاذ ماعطيهش برشة اهتمام على خطو بديجا في الوقت هذيكا بدأ يحس في برش حاجة أخرى بيزار قاعدين يصيروا في أنحاء الدار هذيكا لاحظ الأستاذ بيلي على الرغم من إنه موجود في نفس اللي تاج كل بيت في الدار هذيكا كان عنده حرارة مختلفة على البيت الأخرى كان كيمشي الكوجينة يحس بالبرد ويحس بيلي هو لازم يسيد الدبش لكنه وقت اللي يدخل بيته وبش زيد يلبس أكثر يحس بيلي هو دافي ودنيا معتش باردة وجوه أحلى جوه أكيد الفاز هذي ما صارتش مرة وإلى اثنين بل قاعدة تتعود برشة مرات إلى أن جذبت انتباه لأستاذ المسكين أكيد دخلتوا علي الفاز البيزار اللي كانت تصير لكنه قاعد يقول بلي أكيد المشكلة منه هو وأكيد تل ممكن تعب ولا يهز ويصبت أون بلوس بلوس جديدة ودر جديدة وعيشة جديدة كمبليتمون لذلك عادي على الأخر وأنه يحس بأحاسيس كما هك من باك يتفكر أنه البيت اللي ديجا شعال في هذا الضوء وأنا البيت اللي يضعوا بتاحها معمره ممسو على خاطر في بعض الأحيان كانوا الأضواء يتحلوا ويتسكروا وحدهم لكن لحسن حظه ما كانش واعي بشي اللي كان قاعد يصير وكان ديما يقيد في شيئ ذاكا عد تعب وصفر قرر المسكين أنه يطيب في 200 عشابين يسد الرمق متاعه بيسكوسيت كان جيعان ومبعد يتخمد يرقل خاطر ما شفي باله وبيليه وبدأ يخو يعطي وقالت أنه ممتاعه هي سبب في شيئ هذا الكل لكن أنا متأكد بلي إذا كان جواعي بشي اللي كان قاعد يصير له روما وقتها لمده بشي تولي خرجهم وانطلق طول محطة اللي وجهت نظف المعون خرر شوية خضرة من الفرجيدير وقرر أنه يعمل تاجين لكن تاجين مغربية مش كمال تاجين بتاعنا في تونس كمل طيب على روحه وحط الفاين فوق الطاولة وسمى باسم الليب شي بدأ يكل على روحه لكنه بارامام مش كان هو اللي بسمل مما شكونا بارامام عمل بشكل معه بدأ الأستاذ يسمع في أصوات بيزار على الأخر في بيته من اللي وكل عادة معطاهم مش برشة اهمية لكنه كيسمع باب بيته وتسكر قرر أنه يمشي للبيت ويشوف شنية صاير بالضبط شنية مصدر الصوت اللي كان يسمع فيه ومولا باس الباب يتسكر ويتحل وحده سفاب روش بيك ما فاجأ الأستاذ على الأخر على الأخر يلقى بلي باب محلول وممسه وحتى حد الصوت اللي كان يسمع فيه ديجا اختفي دوب ما تخل البيت وقعد يلوج حسب روحه مسمع حتى شيء ومشي على روحه لكنه برجولية حسب اللي تخلنا نعافسه بالطبعه ووقت اللي سايد تخل الكوجينة ويلقى الغاز محلول والنار تشعل لهنا وين الأستاذ بديه أوفيسي المو يخار على خاطر مايش هذي الفاز البيزار الوحيدة اللي صارت معاه وزيد السايد كان متأكد على الأخر بلي الجاز كان مسكر على خاطر وقت اللي كان مش يبدأ يكل على روحه كان قاعد ديريكتو مو قدام الغاز وكان واضح وروح الشمس بلي الجاز كان مسكر وما فيميش نار جملة واحدة أول حق ما زيل مش فاهم البحثه بالضبط لكنه ما كان عنده حتى أدنى مشكلة إنه لضوية تتحل وتشعل وحدها لعل المشكلة في الضو ومشكلة مستيك ما كانش عنده مشكلة مع سخانة اللي كانت في الدار أبريتو جاي بحث جبل وينجم يكون سبحان الله في الليل مناخه مع كاكة بلك شو ما سبحان الله يسكنه فوق بوركين بيتكو جبل ودنيا مكلابعض لكن بجولي جاز ونار تشعل وحدها هكا مانج موش نتفهمه النجم تصير كارثة كبيرة عالخر عالخر كان فازي هذي تصير وهو راقت قرر انه يقص الجاز كمبليت مو عالقار ورجع على الطاولة بشكل على روحه ورجع معها لأصوات البيزار عالخر اللي بتاوب شوية بشوية يدخلوه فرعب في قلبه وخليوه حتى يخموه انه يبطل يشد ثنية دارهم ومعادش يرجع جملة واحدة نقصته شوية والأصوات البيزار في الدار وتلمونس تينس الأستاذ بالأصوات الغريبة كان فما شكون يدق عليه في الباب وكان الأستاذ ماش في بالو بلي هو يستخيل وبلي صوته ذكا ما هوش جاي من باب داره يقول الأستاذ على وضعه بعد شوية وتواجه للباب حال البيب يشوف شكون يدق عليه لكنه تخل فيتي بخايب عالخر عالخر وقت اللي يشاف وراء البيب وملقاه حتى حد مرة أخرى قال بلكش انا قاعد نزو نصبت وحدي وانه موجوع مأثلين لي على مخي وانا داخل بعض لكنه مزيت شوية دقائق أخرين وحاوت سماعة ثلاثة دقات جاي من باب داره اللي دي جاي كان يدق مبكري وما كان قدامه حتى حد كان المرة هذي على يقين انه موش قاعد يتخيل وبيلي بالرسمي فما شكون قاعد يدق في الباب ولسبب ذكا مرة أخرى قام توجه بشوية بشوية للباب حلو على غفلة وغادي وان كانت الصدمة لكن بناتنا الصدمة الكبرى مزيت ما جاي على خطر مرة أخرى ما كان فما حتى حد وراء الباب ذاكا اللي دي جاي دق مرتين استغفر خون الأستاذ وقال خليني نعمل طلاق قدام الدار لعل فما شكون قاعد يدق ويهرب ولعل بعض الأسادة سبحان الله يرحبوا بأسادتهم هكا بالبلاده وركيكا ودقان ببين والهروب لكنه تفاجأ على الأخر على الأخر وقت اللي يخرج قدام داره يلقى دنيا لكلها ظلم لفما لماشي لجاي الدنيا لكلها رائضة ومظلمة ولوجيك مو حتى طفل صغير ما هو بشي تجرى انه يخرج في الوقت هذاك على خاطر خون الأستاذ كبير بش ليغموا بلاحيتو وحاسب شوية وخوف من ظلم الحالك لعل الأستاذ شيطان وسكر الباب وبراموفة مشكون خذل لعنة هذيكا برسونيل مو ولسبب ذاكا ومرة أخرى يعود يدق الباب المرة هذي الأستاذ قال سيئ بورجه ليه ايناف ايز ايناف ليه وله برسمي ما عاد شفاها ليه نبيدي فدي توا بالرسمي ولينا نلعب قرر أستاذنا انه يكمل يتعشى ويرجد ويبعث الباب والدقان وسيد اللي يدقه العلم لكل أجمعين لكنه مقدرش انه يأكل في بيس على خاطر دقان الباب تواصل والمره هذي دقان الباب ولا بلوز ومو أغريسيف على قبل قرر الأستاذ انه يتوجه لآخر مرة للباب آخر محاولة في انه يكتشف شكون اللي قاعد يقلك فيه سينو بش يكلم المسؤول علي سيدة اللي يحطه في الدار هذيكا كي يحكي له عطري بيت الكل اللي كانوا قاعدين يسيروا معاه ويشوف البلاثة الأخرى يتعشى فيها ويرجد فيها في بيس سينو لحلة لربطة ساكو وطريق المطار كما قالت مني العمار طول ما يجري الأستاذ للباب دور الكوبة في ساعة في ساعة كومكوه يقدر السيد اللي كان قدام الباب وتفاجأ على أخر على أخر كي اكتشفين الماء السيد اللي كان وراء اللي قلقه هذيكا الكل الرجل يبنع ويقل وخاتيه جملة واحدة ما هو متاع انسان بليد وركيكو يدقه ويهرب على خاطره لحاج المسكين سيق في الدنيا وسيق في القبر كان يجري زميترو في الظلمة ويتيح وما في عينه وبله لا يزيهي دنيا ظلم وديت ظلم الدنيا في عينيه ويلتحق بجوار ربه الأعلى السيد اللي كان يدق في الباب كان راجل في سبع عينات من عمره ظهر من البوسيور متاعه بليهو أقديم في الحياة رأسه مطبس لوتا ومن فاسط طالعها تسخف عليه الأستاذ وحس بشوية ذمب على خاطره ما كانش متوقع بلي سيد اللي كان يقلك فيه راجل قد بوهو ألا قد جده جملة واحدة وفوق ذلك الكل ظهر بليهو إنسان ما في حاله حاب الأستاذ المسكين يصالح غلطه سوء الظلمتاعه وقالوا تفضل حاج مرحبا بيك كيفاش نجم نعاون خوة مش خوية كيفاش نعاون بابا بالضب قالوا الحاجر اني كنت ماشي البلاسة الفلانية لكن انتح علي الليل في القرية هذي اللي ما عندي فيها حتى 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 ما نجمش نكمل نمشي في الليل وين في الحالة هذي وهو بنيتنا راني حتى في النهار نزفي روحي يبسي كنت عمل مزيد ضيفني بحذيك ليلة واحدة أكهاو إن كنت راسي بحذيك حتى لين تضوى الدنيا ومن بعد ما زيج نتقل عليك ونقصد ربي ويمكن برشة تفيق وتلقاني دجا مشيت على روح ويفق الأستاذ طيب من دون أدنى شك قالوا مرحبا بيك حاج الدار دارك وانا بيدي راني نتسمى مزيد ضيف في البلاصة هذي وديجا هذي أول يلة قليلا بيك حتى بيكتها لهنه خال الحاج هو بقي مطبس راسه واستدعى الأستاذ بيانسور بيش يتعاشى معه قاعده زوز على الطاولة وليحظ الأستاذ بيزار مول أصوات اللي بيزارت نحاوه الباب يانسور معد شي دقت لضوء معدش تشعر وتطفى وحدها معدش فم صوت متع تسكير وحلين باب واحده لكن الدنيا بلوزه ما ولد أسخن من قبله ما مسل صحن وجملة واحدة قال بلي هو معينوش بشكل ومن بعد الكلمة ذاكة مزيت حتى كلمة أخرى بدأ الأستاذ يحس بفايب بيزار على الأخر سورتوه إنه لتوا مزين ما تعرفش على وجه الحاج على خط الحاج دي ما راسوا لطا ومعمل حتى اي كونتاكت مع الأستاذ حب الأستاذ يحل شوية الهديث وسئله غضوة وين قصد ربي إن شاء الله بالضبط ما كانتش فمه حتى إجابة من الحاج والفارغ وصمت اللي كانوا في الكوجينا خليه الأستاذ يشوك بلي الحاج هزه نوم بالقاعدة قرب شوية منه بشعرف إسكو السيد ريقد بالرسمي وإلا فيه وكان كل ما يزيد يقرب له يحس بسخانة بيزار على الأخر على الأخر خارجه من السيد هيد كيحس الحاج بلي الأستاذ بدي يقرب له هز راسه على غفلة كانت أول مرة يسفه الحاج راسه ووقت هو يبدأ الأستاذ يندم بلي هو دخل إنسان غريب لداره ملمح الحاج الحق كانت برسمي بيزار على الأخر وجوه شيه على الأخر وشيحب غزرته فيها برش خبث وشر وقعد يغزر ديريكتو ما في عينين الأستاذ الأستاذ بينسير واخر وتكبس على الأخر ما حبش ظهر بلي هو موجوعه إلا ما تقلق وحاول أنه يتجنب لماكسيموم الآي كونتاكت مع الحاج على خطر غزرته ما كانتش طبيعية جملة واحدة هبط الأستاذ راسه لوتا وحسب روحه كانوا له في الماكلة ومش عادي حتى أهمية للحاج الدنيا بدأت بشوية بشوية تسيطوا عليه لأنه ولا يحس في وهج كبير على الأخر جايته من شيئة الحاج حسب روحه وماشي بشي يخسر يديه بعد ما كمل كلاك لكن غادي وان كانت بالرسمي الصدمة الكبرى تمكن الأستاذ كي يوقف من أنه يراه حاجة بيزار على الأخر على الأخر معمره ما شفق بل في حياته ولكل لاحظ بلي ساقين الحاج ما كانتش ساقين طبيعية جملة واحدة ومالمستحيل إنها تكون ساقين بشرية المشكلة وإنه شوية وقت التالي وقت لي حال البيب ما كانش يراه في حاجات كمان هكا بل كان يراه فيه راجل كبير عادي ومستحق إنسان يعاونه وكان مش يباله بليه وعمل أفار يدخل السيدة ذي بحثيه للدار عاود قعد الأستاذ في كرسيه من الصدمة ولحد الآن الحاج ما زيل يغزر له في عينيه ما زيل منطق حتى كل ما ما يدخل أبار إنه قاله بليه هو ما عينوش بشيكل لما الأستاذ الشجاع اللي عنده في بدنه الكل وعاود أغزر الحاج في عينيه ما زيل ما تمكن منه يقول حتى كل ما شرتوه أنه عن الحاج بدو يحمره بشوية بشوية كان هذاك بالنسبة للأستاذ أخي بأي كونتاكت يعمل في حياته ولي بشي يصير شوية آخر ما كان لهش على البال جملة واحدة حط الحاج ايديه زوز فوق الطاولة وما كانوش حتى هما ايدي عاديين كما الأيدي البشرية بل كانوا غمقين وشايحين على الأخر اذو يفروتوا له بالرسمة ايديه معناها كان يحطهم خايبين ايديه خايبين برش نبرة صوته كانت بيزارو تخوف على اللخ قاعد يغزر بعينيه اللي تخوف للأستاذ وقال له بلي هو في الحقيقة ما هوش إنسان بل جن متشكل في هاي اتراج الكبير وبلي دار اللي هو موجود فيها توا توا هي دار كانت سكنها جنة ذاية عنده مدة طويلة وإذا كان ما يخرش الأستاذ ذاية في أقرب وقت بش يزيد يعملوا برش برش حاجة خايبين أخير من الحاجات اللي صاروا معها قبل كل أستاذ يجي لهنا يخرج يجري من الدار بسبب الأشياء البيزار اللي كان يعملهم الجن هذا على خاطر الدار هذيكا كانت دارو خرجوا برش حاجة بيزار أبربو دار هذيكا في القرية ولسبب هذيكا كانت الدار تظهر قديمة وكلها غبرة على خاطر حد ما تجرى وإنه يعدي فيها أكثر من 24 ساعة هما ديجا ساعتين تعديهم غادي قادرين إنهم يعيشوك أخي بساعتين تعيشهم في حياتك الكل من الحرارة البيزار على الأخر اللي في الدار هذيكا من البيبين اللي تسمع أصواتها تتسكب وتتحل وحدها التوشويش والأصوات الغريبة اللي متعرش عليها ومنين جايين والنار اللي تشعل وحدها واللي قادرة إنها تنهيلك حياتك في الدار هذيكا تبدأ بالنار اللي في القاس اللي تظهر كهنا حاجة عادية على الأخر واللي تنجم توفها بحريق كبير على الأخر يهزك من ديني تك اللطف عليك لا لا ما أقول لكش لآخر تك اللطف عليك خاطرك أكيد مكش بتمشي للدار هذيك لا لا يسمحوني برسمي ينسح بكلامي ما كانش الأستاذ مصدق الشيء اللي كان يصير معاه بدأ يسترجح في الفازات اللي كانوا يصيروا معاه دوبما تخل الدار بدأ يربط في الخيوط ببعضها واكتشف فينا الماء بلي هو ما كانش هلوس وما كانش يتخيل في حاجات في مخه بل حاجة ذوكم كانوا برسمي قاعدين يصيروا في أرض الواقع في داره في عقري داري بون هي ما هيش داره لكن خالينا أقولوا في الدار اللي كان بشوزكم فيه قاعد من بعرف كيف شركت على شيء اللي قاعد يعيش فيه الشيء اللي قاعد يرا فيه قدامه وشيء اللي كان يعيش فيه قايا قلتالي قبل ما يكتشفوا انو الحاج اللي قدامه جن متشكل على شكل إنسان استراتيجية متاع الجن كانت وانو يقلق السيدة ذي لماكسيموم يجب انو ينقل بالدار وهكي كان يسترجع جن داره لكن الأستاذ ما كانش واعي بشيء اللي كان يصير والسبب ذلك كان أبليجي على الجن انو يخرج له في شكل رجل كبير يلعب له اللعبة بالبيان ويقول له البحث من الأخر وعالأخر ويطلب منه انو يغادر في القريب العاجل أكيد بعد ما بلغ الحاج او خلينا قوله اجن رسالته وخرج واختفى كمبليت مو بعد ما تخل في الظلم كانوا سيدة عمل الفيداوت لكن الأستاذ المسكين ما تمكنش من انو يخرج من حالة الرعب اللي كان فيها طرعلي بيانسور انو كمبليت مو قاعد مدة طويرة يستوع في الشيء اللي كان يصير معاه على خطر فازة كمان هكا اول مرة تصير له في حياته ومع عمره بالعمر مسمع بإنسان صارت معاه فازة كمان هكا بعد برشة تفكير هزدبشو وخرج يجري من الدار توجهته للمسؤول متعلى سيدة اعطاه المفتاح وقاله للأسف شديد راني ما عادش نجم نقعد بحثيكم استغرب المسؤول وقاله شنية صار بالضبط لكن مينبا نجم الأستاذ يفسر له شنية اللي صار معاه على خطره في الحقيقة مزيل ما هو مستوع بالحكاية مزيل تصوير الحاجم بين عينيه وحتى من المسؤول سيدة ما نجمش يغزله في عينيه على خاطر السيد معناه بالرسمي مزيل مزيل تحت تأثير الصدمة يخاف لا يحكي ولا يعمل أي شيء وتعود تصير له فازة أخرى بيزار تلبس ما يحمي المسؤول مرة أخرى وروح المسكين يجري الدار ان شاء الله ربي يحمينا من كل فازة كمان هكا انا عاود نذكركم باللي هي راهي ترو ستوري وعلى قد ما تخيلو بلحكاية هذه بيزار انا رأينا ما نصحكم بجملة واحدة اما تنجمو تعملوا لشيرج وتشوفوا اسكو فازة كمان هكا انا جميعين يصيروا وإلى لي وخاليني منتوع لكم وقالو لكم بليرا وحكاية كمان هكا عادي على الأخر على الأخر انهم يصيروا موجودين ديجا في القرآن وفيما حتى صورة كاملة اسمها صورة الجن الصورة 72 من القرآن الكريم مشتويلة برشا ومتكونة 28 آية أكيد أبار الآيات الموجودة في القرآن التي يتحدث عن الجن والجن والسحر والفازات هذو لذلك هذه كانت حكايتنا متاعنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الحكاية ونسير إذا كنا عجبتكم فولمي على الإنستغرام عن هذه الأشياء دعوا تسابسكرايب وحلو الفاز مع تونيتفكاسيون دعوا تأتي مع الفيديو دعوا كومنتار مزيان كيفكم وكهو أنا بقال كنا نقول لكم شير لايك وسبسكرايب فولمي على الإنستغرام ونراك في الفيديو اشتركوا في القرآن